الأستاذ ثاني حكى على الموضوع العربي طبعاً أنا ما بدي ناقش بالمبادئ يعني نحن بالمبادئ متجاوزين يعني العرب وعلاقتهم بكيان الاحتلال خصوصاً الدول الخليجية والحكومات الخليجية يعني عم نحكي عن مثل ما حكى الأستاذ سميح بالنص اللي أدمه أنه هذا تحصيل حاصل يعني يجري الكشف عن بعض فصوله تباعاً لكن لا شيء جديد يعني هو قديم بدنا ناقش شو بيقدر يؤدموا العرب لأنه أنا رأيي كمان المبالغة في التقدير بتصير نوع من تصعيب المهمة على أنفسنا بدون مبرر يعني أنه اللي بيقلك فيه جيوش شو بدون يعملوا الجيوش العرب الجيوش بدون يجوا يقاتلوا بغزة هذا مزح يعني أنا رأيي أنه نعم هناك مشروع جدي عند الأمريكان هلأ تنسيق أمني ما بدوا اجتماع رؤساء الكامل تنسيق الأمني تتولى خلايا المخابرات الأمريكية اللي كلهم بيصبوا عندها واللي إذا إسرائيل عندها معلومات معينة لها علاقة بعض قادة المقامة بدأت تحصل عليها من حدا من المخابرات العربية ما القنوات شغالة يعني ومفتوحة ما بدأ اجتماع أنا يعني اعتقادي أن هذا الاجتماع هو لمناقشة الفرضية التي طرحها نتنياهو وتبناها الأمريكيون بعد ما فشلت إسرائيل في الحرب هل هناك إمكانية لتسويق نشر قوات عربية في غزة لمنع حماس من قطف ثمار النصر بقوة التمويل مقايضة التمويل بنشر قوات مع المجموعات التي يعني قياس عملياتي للمجموعات الفلسطينية التي تدور بفلك المخابرات المصرية المخابرات الإماراتية المخابرات السعودية شو عنا كلنا سوا شو منقدر نجمع من حاصل يستطيع أن يكون جزءا نجري يجري دسه تحت عنوان الأمن الفلسطيني أمن السلطة الفلسطينية أديش قدرت السلطة الفلسطينية على الاستيعاب تحت عباءتها لهذه المجميع شو فيها تعمل وبأي مناطق هي موجودة ومن معها برأيي في عملية بحث أنا رأيي لن تنجح لأنه اللي بيرى استطلاع الرأي للرأي العام الفلسطيني في غزة في رفض قطعي لأي قوات المقاومة رفض قطعي بالتالي أما المساهمات المالية هنا موقفوا يعني مثلا الرصيف العائم تاع الأمريكان واضح أنه المساهمة المالية عربية خليجية المساعدات التي يأتون بها من قبرص هي كذلك أنا رأيي أنه ما نروح بالموقف الأيديولوجي بسبب أن قناعتنا أن العلاقة بين عدد من الدول العربية وكيان الاحتلال هي علاقة عميقة في الزمان وفي طبيعة العنوين والمواضيع نستنتج الحد الأعلى لها ونتوقع بأنه نحن قدام يعني شراكة عسكرية عربية إلى جانب جيش الاحتلال ما إذا جيش الاحتلال عم يفشل ما يجري بينهم أي تفكير عسكري في المعركة شبيه تماماً باللي عملته السعودية تجاه الدعوة الأمريكية للمشاركة بحرب البحر الأحمر أنه ما مجربين نحن مع اليمن ومش عارفين كيف نخلص منها جايين تورطونا مرة تانية يعني لذلك رأيي أحد منهم لن يتورط لكن بالمشروع السياسي اللي اسمه نشر قوات عربية باعتقد عم يدرسوه وعم بيشوفه إذا فيه إمكانية لإله وأنا رأيي لن يذهب أحد إذا لم يسمع كلاماً إيجابياً من المقامة مثل ما بلبنان مثل ما أنه فيه قوة هي صاحبة القرار إذا هي ما قالت تعالوا بدنا إياكم نحن ما فينا نقر رح روح على الموضوع الثالث اللي حكيت عنه الأستاذي راندا اللي هو موضوع الحرب الويقائية أنا رأيي في موضوع الحرب الويقائية خلينا نتفع عشي أصل الحرب الويقائية أمريكي يعني أول من تحدث بالحرب الويقائية نظريات الحرب الويقائية مش عم بيحكي عن المنطقة في العالم نظريات الحرب الويقائية هي نظرية أمريكية لكن هاي بدها ركاب يعني بدها حدا عنده قدرة الرغبة الأمريكية ما كل مرة كان يحكي الرئيس أوباما خلينا ناخد الحالة السورية مثلا لأنه أكثر محل حكيوا فيه عن الخيار العسكري على الطاولة وأكثر محل حكيوا فيه عن هدف محدد مش عن كلام عام اسمه أيام الأسد معدودة لما الأمريكي بيقوله مش الإسرائيلي الإسرائيلي كان ساكت لأنه مطلوب منه يسكت كي لا يقوي موقع سوريا ويظهر كل الجماعات السورية التي تقتل في سوريا كأنها ضد الدولة أنها جماعات إسرائيلية فهذا يسقطها أخلاقيا بنظر رأي العام لأنه هي هيك فعليا بس خلي إسرائيل تهدي اللعب شوي في الكلام طيب أمريكا كانت تتولى إدارة الحرب وكان رئيس أمريكا أوباما في الصبح عنده جملتين الخيار العسكري على الطاولة وأيام الأسد معدودة قدرت أمريكا تستخدم الخيار العسكري لما جابت الأساطيل على المتوسط قدرت تعمل الحرب لماذا لأنها تعلم مثل ما قالوا الجنرال ديمبسي وقتا أنه منبلش نعرف نبلش بس ما منعود نعرف كيف نخلص لنقدر نذهب إلى الخطوة الأولى يجب أن نكون قد أخذنا قرارا أننا ذاهبون إلى حرب قد تصبح ما منقدر نضمن حربا مع حزب الله ومع إيران ومع روسيا عم بحكي عن حرب سورية وقد تصبح حربا لدمار إسرائيل بدنا نحطها لحسابات على الطاولة وبالتالي بدنا نجهز 2 تريليون دولار على الطاولة وحد منهم 500 ألف جندي ثم نتحدث ب500 ألف احتياط إذا استدعى الأمر أمريكا ليست جاهزة لأن تخسر قطر الدم هذا ما قالته حرب أفغانستان وهذا ما قالته حرب العراق شو يعني مننا جاهزة أمريكا إذا ما في قضية آدر السياسي الأمريكي مستعدين يعطوا مال ويعطوا سلاح لقتال إيران ولقتال حزب الله ولقتال المقامة بغزة ولقتال روسيا ولقتال الصين لو بدوا يفضوا الخزائن الأمريكية ويدينوا فوق الدين أدوا على ثلاث مرات لكن يبعثوا جندي مشات لأن حتى الحاملات والهدى بدأت ورط بالآخر بإنزال المشات لأن القوى التي يقاتلونها تملكوا أسلحة قادرة على تهديد الأسلحة البعيدة المدى التي يملكونها فبالتالي ما فيهم يضمنوا أن تبقى المنازلة عند هذا الحد وهذا يعني أن نظرية رمسفل بالحرب خسائر صفر راحت خلاص بكرتها وأصبح عليه أن تطأ أقدام جنود الأرض كي تربح الحرب هل جنود في بعض حدا فيه سياسي بأمريكا قادر يعبئ الشعب الأمريكي ليقول هذا تهديد للأمن القومي الأمريكي لذلك أني أخذوا قرار قالوا ما بأن فوتوا بحرب إلا إذا هدد الأمن القومي الأمريكي كمان هني علانين مع قوى أنها عقلانية وحكيمة يعني مش القاعدة واللي بتقول بدنا ننضرب أمريكا بدنا ندمر أمريكا بدنا ننصقط أمريكا هي قوى تقاتل على أرضها وتريد تحرير أرضها وتهمها أوطانها وهي معنية بسيادتها على بلادها وأن أمريكا اللي جاي لعننا مش نحن راحين لعننا أمريكا اللي عم تعتدي علينا مش نحن اللي عم نعتدي عليها فما في الخطاب فيك تقول أنه نحن ما بدنا إيران قوية عظيم بس ما فيك تجيب ولا دليل على أنه إيران على جدوى الأعمال ها والله الحق الأذى بأمريكا أو حزب الله بده يعمل عمليات بأمريكا أو حتى روسيا يعني فبالتالي إذن هم أمام قوى تملك قدرا من القوى الذي لا يمكن لجمه بالنار دون الاشتباك والنزول البري المباشر يعني نزيف الدماء وبالمقابل هذه قوى محترفة قتال وتحمل القدرة على بذل الدماء أكبر من طاقة الجيوش الأمريكية على تحمل هذا البذل للدماء وثالثا هذه القوى عاقلة وحكيمة وخطابها السياسي غير قابل للتأويل للقول للرأي العام الأمريكي أنها تهديد آني للأمن الأمريكي اليومي لأمن المواطن الأمريكي ولأمن الداخل الأمريكي لذلك أن أمريكا نعم تريد ضرب إيران هني ما بيختلفوا مع نتنياهو على المصلحة في ضرب إيران هني بيختلفوا معه في التداعيات والتبعات والأكلاف ويقولون هذا تفكير جنون لذلك نحن لن نذهب إلى العمل العسكري وبرأيي الآن حتى مع حزب الله هم يقولون لإسرائيل نفس الكلام أنه هني مع حزب الله مصنفين وإرهابي ومرأة مرحلة إذا بتذكروا بعد 2017 2019-17-20 ويعني تحريك مجموعات المجتمع المدني بوجه حزب الله كانوا عم بيقولوا المطلوب إضعاف حزب الله تحجيم حزب الله لبنان بدون حزب الله سيكون لبنان أفضل هذا كلام كل المسؤولين الأمريكيين لكن كيف وبمن وبأي أدوات إذا المطلوب أنه أمريكا تكون لا والله نحن ما رح نكون هذا الموقف الأمريكي وإذا المطلوب إسرائيل بدون أمريكا رح نقول لإسرائيل أنه أمنك ومستقبلك رح يكونوا بخطر لأنك عاجزة عن الخروج بأرباع وما بدك كثير يعني برأيي الإسرائيليين طباطهم السابقين جنرالاتهم بيعرفوا بالقياس والنسبة والتناسب 2006 شو كان عنده حزب الله قياساً لما عنده اليوم والله ما بيطلع واحد بالمين عديداً وخبرة وسلاحاً ونوعية قدرة تدميرية وإمكانية تحدي للآلة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية وإسرائيل اليوم بقياس ما كانت عليه بـ 2006 جاي من حرب غزة أنه بدين يقلوا فرق من حرب غزة لا يقاتلوا فيها بالشمال بوقت أنه حزب الله قواه بعد بكامل حيويتها وكامل عدتها وكامل قدرتها فأنا رأيي الحرب الوقائية حتى إسرائيلياً يعني باتت نصاً ممجوجاً يمكن أن يتلى على منابر ومنصات لكن في عمق القرار سمعوا مثلاً جالنت اللي كان يقول بدنا نعمل وبدنا نسوي وبيروت ومدري شو سكتوا ما عاد عم يحكي مين اللي عم يحكي نتنياهو هليفي شو بيحكوا نتنياهو هليفي أنا استحليت مرة يقولوا سنذهب إلى حرب تعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا استمر التحدي كان يقلنا يا نتنياهو قبل شهور اليوم بيقول شو نحن مستعدون ما قال ذاهبون مستعدون لعملية قوية في لبنان ما قال ذاهبون مستعدون هليفي قال أنهينا الاستعدادات ليش معاً بيقولوا ذاهبون لأنه بيعرفوا كل فتا وبيعرفوا أن حزب الله الذي لا يريدها لكنه مستعد وجاهز لها من هون أنا رأيي الحرب الوقائية لا على روسيا ولا على الصين ولا على لبنان ولا على إيران باتت بمطال اليد الأمريكية وهي حكماً بأي واحدة من هؤلاء ليست بمطال اليد الإسرائيلية فصارت تدرس في الكتب يعني مش حنشوف عنها نموذج تطبيقي لحتى يتسنى للأساتزي اللي بيعلموها ياخدوه المثال اشتركوا في القناة